ليه? ان قال الشيخ طلع يطلع فتوى عمياني يقول الموالد الاحتفال بالموالد شرك. موالد لا بدعة دي معقولة. يعني المفروض اننا ندله جايزة لما يقول بدعة. انما لا دا بيسميها شرك. شرك يا راجل انت توصل للشرك. يعني كبير او. خلينا نخلص من موضوع البدعة دي. البدعة اللي ارفو نبيها دي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا قال عليه في القرآن كده عيانا بيانا جارا نارا. وما ارسلناك الا رحمة. مصبوط. ومعانا آية قرآنية بتقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولو جينا نحاسب القصة بتصرف النبي احنا مقصرين. النبي كان يحتفل بميلاده كله اسبوع. يوم الاثنين كان بيصوم. يسأل ليه بتصوم يوم الاثنين في صحيح مسلم. يقول هذا يوم ولدته فيه. يا سيدي ما بنقولش ان النبي كان بيعمل احتفال يوم المولد النبوي. فمش هنقول سنة. بس ما هوش بدعة. لان ايه احنا بنفرق احنا افرد انتوا عارفين السعودية. عارفين عاملين السعودية عاملين مشكل فيه? في اشكال في كلمة عيد. يقول لك اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. انما مش العيد الوطني. المصريين المغفلين بيسموه العيد الوطني. السعودين يطلعوا لك لا لا لا. النبي قال احنا عندنا عيدين بس. عيد الفط وعيد الاضحى. فيقول لك اتحايل على الموضوع ده بلاش كلمة عيد. وسميه اليوم. يعني بقى حتى سلمان العودة صديقك حبيبك. شيخ سلمان العود. طلع ديك النهار قال الاحتفال بعيد الزواج وعيد الميلاد للاشخاص لا يسمى بدعة. قال الشيخ هذا الاعمى لا عن ابو. لا عن ابو سلمان العودة. او سعود زيه يعني. لكن ما عجبوش كلام. ليه? لان هو بيقول دي مسألة مناسبة. الواحد كل يوم ما يفتكر السنة لما يكون مبسوط من مراته يعني. فيفتكر كل سنة يوم جوازه. يقول انا يعني اطلع مع الست ناكن لقمة ولا حاجة في مطعم. واخسر لي فيها ارشين زي بعض. يقول لك دي بدعة. ايه دخل البدعة هنا في الموضوع. او يوم ميلاد الولى الصغير نجيب كيكة. طبق حرام. لان هم عايزين يغلقوا الدين حسب ما الشيخ الجزالة بيقول ايه? الفقه البدوي. عارفين جماعة باتوا? زي ما انت عارفين واحد على النت حاطت ايه? تلاتين سبب شرعي لحرمة ان المرأة تقود السيارة. تلاتين. قاعد يعدهم تلاتين. طب يا عم انت بسمي المولد النبا والاحتفال بيه? قاعدة زي هادة. حلو. ناس ستات محجبات محترمات. وناس محترمين جايين يذكروا رسول الله بالخير. ايه هنا الحرمة? طب انا عايزك بقى يا بتاع الحرمة يا بتاع البدعة. عايزك تسترجل بقى وتقول لنا صلاة الترويح مش بدعة ليه? اشتركوا في القناة